بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل مصر دخل على تغيير وهيتم إزاحة السيسي ولا المرشح اللي هو هيخش إصال السيسي في الانتخابات القادمة ده مجرد كومبرس ومجرد واحد جايبه يلطشه وينجح على حسابه لأنه انتوا عارفين الكمبرس المعتاد حمدين صباحي ما بقاش صالح ليه أنه هو يقوم بهذا الدور فجابوا واحد اسمه أحمد الطنطاوي عملت لكم فيديو من قبل لكن الغريب أن هذا الرجل عنده دعم كبير جدا يا راجل من قبل أنا كلمتكم عليه لما دعموا عبدالله الشريف وقلت لكم ساعتها أن المراضي فيه احتمالين هشرحهم لك بعدين المراضي بيدعمه محمد صبحي وبل أن محمد صبحي تجرأ أكتر من كده وقال بيخاطب السيسي بيقوله لو أنت متأكد من حب الشعب لك فعلا فاسمح للأحسن أنه هو يظهر ويترشح للانتخابات يعني كلام محدش يقدر يقوله من داخل مصر حقيقة قالوا محمد صبحي عموما الدنيا ملبشة بالغيوم وهناك فيه احتمالين وملهمش تالت والاحتمالين دولة يا ابو الأبطال هم اللي هيبينولك الحلقة الجديدة والسياسة الجديدة اللي جاية في مصر خد بالك أن الودة كمان عنده دعم إماراتي وهيطلع على البي بي سي النهاردة الساعة مش عارف كان بالليل كده المهم يا بو الشباب عشان ما قطرش عليك ركز معايا وقوعى تقفل الدكان عشان المرور ده مهم جدا في البداية اللي عايز مصادر الأخبار اللي أنا بعلق عليها يتابع الصفحة بتاعتي على تويتر هتلاقي كل المصادر هناك هسيب لك تعليق فيه مسبت في أسفل الفيديو ودائما الرابط موجود فيه صندوق الوصف وجزاكم الله خيرا أحمد طنطاو ده يا ابو الشباب هو كان عضو برلمان أصلا في برلمانات واحد من برلمانات السيسي يعني هو متمرن على دور الكمبرس يعني إنه هو جاي على أساس إنه هو يدخل الانتخابات ويتهزم ده موضوع منطقي ومش غريب عليه لكن أنا عايز أضف لك إضافة تانية بسبب التحولات اللي هي شغالة في المنطقة ممكن فعلا الولد ده يطيح بالسيسي إيه اللي خلاني أقولك ممكن إنه هو يطيح بالسيسي ولو هو أطح بالسيسي يعني هيبقى هو رجل مخلص أو كده ما أعتقدش لكن أعتقل إنه هو يبقى رجل مرحلة يعني مرحلة صغيرة كده وتعدي لحد ما البلد ترتب أوراقها وكده يكون واحد متوافق عليه بين الأتراك من ناحية والأمريكال من ناحية تانية لأنه واضح إن الأتراك رفضين السيسي بشكل كبير رغم أن أردوغان قابل السيسي في قطر لكن يبدو إن السيسي شروطه أكبر ومش واسق وولاءه لإسرائيل يعني يبدو إن فيه مشاكل وإن التفاهم تعثر برغم إن وزير الخارجية المصري كان في تركيا وتقريباً هيتبدل السفراء إن ما كانوا يشتبدلوها بالفعل فالمشكلة في النحية دي فيه تغبيط جامد لكن إحنا هنركز على الأسس عشان نفهم الموضوع الخلاصة أحمد تنطوي دوت أحد احتمالين ومن همش تالت الاحتمال الأول إنه هو يكون عن طريق المخابرات الحربية بتاع السيسي أو حتى المخابرات العامة وإنه هو جاي عشان خاطر يجمل الصورة ويبقى هو كومبرس السيسي ينتصر عليه ويكمل فيه الرئاسة ده احتمال مش قليل لكن خذ بالك كمان فيه احتمال تاني إن الأمريكان يغضلوا بالسيسي ويطيحوا به عن طريق هذا الرجل خاصة إن كنت تلاقي إن الولداء الوقت يعني محمد صبحي يدعمه من داخل مصر دي مسألة غريبة ده سامي عنان لما شكل خطر على السيسي السيسي دخل والسجن على طول مفيش عند السيسي يظهر في الحاجات دي فمحمد صبحي طالما إنه هو عمل كده وهو داخل مصر فهو عنده حماية من جهة ما وغالبا هكون المخابرات الأمريكية والسيسي لحد الوقت مش قادر يعمل له حاجة لكن ممكن لاحقا يعتقلوا كنوع من التجميل لو يعتقلوا كنوع من التجميل يبقى ده بيرجح احتمالية إن أحمد التنطاوي ده يا أبو الأبطال يكون كومبرس مش أكتر من كده هناك احتمال تاني والاحتمال التاني ده أنا حطيته بسبب الظروف المحيطة بالأجواء في المنطقة بوجه عام وفي مصر بوجه خاص وعلى أحمد التنطاوي بالذات فأحمد التنطاوي مثلا تجد إنه هو حصل على دعم الإمارات والموضوع ده مش سهل على فكرة وبعد كده يجي هيخش في برنامج بتاع البي بي سي يعني الإعلام الصيوني كمان بيدعمه ودي خطوة مش سهلة وما فيش حد يقدر يوصلها حتى بالفلوس ما يقدرش يوصلها وبعد كده أحمد التنطاوي ده قلت لك تاريخه إنه هو كان في برطمان السيسي يعني برلمان السيسي من قبل وبالتالي هو يعني متمرن على دور الكمبرسو كده لكن ممكن يتمرض المرة دي لإنه الوقت لو تمرض هيبقى وراه المخابرات الأمريكية أدام وراه المخابرات الأمريكية ده يفسر لك ليه الإمارات بتدعمه يفسر لك ليه البي بي سي بتستضيفه ويففسر لك ليه محمد صبحي قدر إنه هو يتكلم من الداخل وكده وخد بالك لو المخابرات الأمريكية بتدعمه ممكن يكون بتوافق تركي وده اللي يفسر لك ليه عبدالله الشريف هو دعم أحمد التنطاوي في الفترة اللي فاتت هو عمله يعني فسط واحد وقال إنه هو رجل صادق وإنه هو مرتاح له كده فده دعم واضح من عبدالله الشريف هو أصلا ما فيش حد يقدر يخرب قدم السيسي خرب دي تحطها في اعتبارك طيب السؤال اللي يطلح نفس الوقتي هو الاحتمال إنه الأرجح أقول لك صعب إنك أنت ترجح واحد فيهم لكن أقدر أقول لك مقياس تاني إيه هو المقياس دوت لو أحمد التنطاوي دوت يا بو الشباب خسر الانتخابات قدام السيسي تعرف مباشرة إنه كان كومبرس وهتبقى واضحة وضوح الشمس المسألة وفي الحالة دي هيجي سؤال كبير جدا حوالينا عبدالله الشريف هو لماذا دعم واحد كومبرس ده هيبقى سؤال كبير ورجع الحلقة اللي أنا عملتها عن عبدالله الشريف نسأل الله السلام لنا وله وللمسلمين طيب الوقت لو أحمد تنطاوي ده انتصر في الانتخابات تعرف إن المنطقة دخل على تغيرات تانية ودخل على تفاهمات أمريكية تركية على الأرجح بسبب التكتل اللي حاصل الوقت وإن الروس حصروا الأمريكان تقريبا من كل نحية يعني إيران متقربة جدا مع السعودية وبشر الأسل أديكم شفته في القمة العربية لأول مرة من زمان يعني النفوذ الأمريكي بيتحاصر حصار جامد والمواجهة العسكرية هتبقى مش مضمونة فالمسألة فيها ضوابط كتير من هنا ومن هناك طبعا في ناس هتقول أي حد هيجي هيكون أحسن من السيسي أنا متفق مع هذا الكلام بس عايز أوضح شوية نقطة بسيطة هي أن أمريكا لما بتحب تعمل ارتخاء أو تعمل نوع من الارتياح أو تعمل نوع من التخفيف بتجيب رئيس تاني غير الرئيس اللي كان عمال يخرب الدنيا ومتشدد وكلا لما بتحب تعكس الحالة بتجيب واحد متشدد عشان يشد على الناس ودي اللعبة الأمريكية فمنطقيا جدا أنه هيكون أفضل من السيسي لكن في النهاية سوف يتلقى التعليمات من المخابرات الأمريكية السؤال هنا بقى هل السيسي والعصابة بتاعته يقدروا يتمردوا على الأمريكان ويأخذوا حماية روسية تركية حماية روسية إيرانية أقول لك من ناحية العملية يقدروا لكن المشكلة أن البنية داخل الجيش المصري ما تسمحش ليه بقى؟ لأن المجلس العسكري كله ولاءه للمخابرات الأمريكية وكل واحد فيهم لو جاي يتفق مع التاني هيبقى عارف أن صاحبه هيعمل عنه تقرير ويوديه للمخابرات الأمريكية وكل واحد فيهم عارف أن الحرص بتاعه ممكن يقتلوا بسبب يعني بأوامر من المخابرات الأمريكية فالمجلس العسكري التسعتاشر فهمين الموضوع ده وفقهم بقى وتحتيهم قادة الأسلحة ونواب قادة الأسلحة يعني كل الضباط الكبار في الجيش المصري عارفين الحكاية دي وعارفين أن الضباط اللي تحتيهم ممكن يعمل عليهم انقلاب بأوامر المخابرات الأمريكية وبعد كده يخلصوا منهم وعشان كده سوف يكون من العسير جدا على السيسي والكلاب بتوعه أن هم يتفقوا مع بعض لأن مفيش حد فيهم واثق في التاني وأدام مش هيقدروا يتفقوا مع بعضيهم السيسي مش هيقدر ياخد قرار التمرد على الأمريكان واللجوء والاحتماء في الروس والصينيين لأنه عارف أن المجلس العسكري واللي تحتيه واللي تحتيه كل دي طبقات حماية للمخابرات الأمريكية وممكن يقتلوهم إن شاء الله ربي يدبر الأمر والسلام عليكم